حسناً أنت إذن تعمل مع الشباب والمراهقين وأنت مشتاق لمساعدتهم حتى ينموا في إيمانهم ولكن كيف يمكن أن تراهم يصيرون تلميذاً للمسيح وفي أي سن يكونون مستعدين؟ للتلماذة؟ في معظم الحالات تم استبعاد الأطفال والمراهقين من إرسالية يسوع العظمى ولكن الحقيقة أنه ببلغهم سن 11 سنة يمكنهم أن يطيعوا وصية المسيح بأن يصنعوا تلميذاً فهو يمكنه أن يساعد أخيه الصغير على فهم كلمة الله وهي يمكنها أن تساعد زميلتها في الصف على أداء واجبتها الدراسية وأن توجه نظرها ليسوع ويمكنهم أن يلعبوا مع أصدقائهم وأن يقربوهم من الله لقد قال يسوع اصنعوا تلميذ بدون مؤهلات أو شروط مسبقة وهو يدعو كل المؤمنين حتى يشاركونه في هذه الإرسالية إن صنع التلميذ هي عملية طويلة وليست برنامجاً ينفذ الأمر يتعلق بتعميق العلاقة مع الله والآخرين وليس فقط معرفة بعض الأشياء وهناك سر في مسألة صنع التلميذ نحن ننمو عندما نساعد الآخرين أن ينمو إن مساعدة الآخرين الموجودين حولنا على النمو هو مفتاح النطج الروحي لكل مؤمن وسواء كان عمرك 11 أو 111 لا تعرق النمو مراهقك في المسيح وبدلا من ذلك شجعهم على المساعدة في تغذية إخوتهم ساندهم حتى يساعدوا أقرانهم على النمو وألهمهم حتى يطيعوا أمر المسيح الذي قاله لكل مؤمن به بأن نصنع تلاميذاً ترجمة نانسي قنقر